طيب الله وقاتكم وأهلا وبرحمة بكم إلى حلقة اليوم من كوشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوين من المواقع المحلية أحدى الناجيات من هجوم السجن في تعز قتلوا ابنتي قبل أن تعرف الحياة خارج السجن ومن الصحافة العربية تعلق حروب تعز تختصر المشهد اليمني معارك داخلية وحصار حوثي ومن أخبارنا المنوعة هل ينفع رش الشوارع بالمطهرات في تصدي لفايروس كورونا؟ أهلا بكم ساعات فقط كانت تفصل بين الإفراج عن عدد من السجينات في تعز بين إطلاق ميليشيا الحوثي لقذيفة أوقفت حياة عدد منهن من ضمن الضحايا سجينات ينتظرن الخروج في اليوم التالي وقال موقع المشاهد نيت أن القذافة التي أطلقت أو انطلقت من منطقة تمركز ميليشيا الحوثي في الربيعي قتلت ثمان سجينات وجرحت إثنى عشر أخريات من النزيلات ومن بين القصص المؤلمة التي نقلها الموقع من داخل السجن قصة الطفلة إلهام ذات الأربع سنوات والتي قتلت بالقصف حيث كانت تتواجد مع والدتها التي أصيبت أيضا وقبل أن تتعرف على الحياة خارج السجن وتقول الأم كانت ابنت إلهام تلعب أمام عنبر النساء وفي دقائق قليلة أصبحت أشلاء بعد سقوط الصاروخ الثاني الذي استقر في الصالة الخارجية للعنبر حالة من الصراخ والبكاء تقول أم إلهام ارتفعت بشكل هستيري في العنبر حيث سقطت القذيفة إلى صالة العنبر الخاص بنزيلات كان مشهد سقوط سجينات بين قتيلة وجريحة مروعا بالنسبة لها والسجينات الناجيات من القصف يفيد الموقع أن الأم ما زالت ترقد في حالة انهيار عصبي وتعيش الصدمة وتتلقى الأدوية والإسعافية لكن قد لا يكون كافيا للتعافي من الآثار النفسية للحادث ويضم العنبر الذي تعرض للقصف ثمانية وعشرين سجينة يتوزعن على ثمان غرف بحسب نائب مديرة السجن عمار الشرعبي الذي يؤكد أن ثلاث قذائف سقطت على السجن الأولى سقطت في الشارع المقابل السجن على طريق الضباب والثانية داخل السجن والثالثة في عنبر النساء ما الذي تغير يا رفاق الحراك السلمي؟ هكذا يتساءل علي سعيد الأحمدي موجها كلماته إلى من كانوا رفاقه في الحراك السلمي الذي أصبح يمتلك المدن ويحكم وينفذ الأحكام ضد أصدقاء الأمس وقال الأحمدي في مقال نشره المصدر أولاين تاريخنا القريب يقول كانت هناك رؤى متعددة لشكل الدولة وطريقة ونظام الحكم في الجنوب بعد الاستقلام ولكن انفراد فصل واحد احتكر القوة والسلاح وفرض رؤيته وطريقته وقمع الآخرين ونكل بهم هو ما أوصل الجنوب لهذه الحال التي يعيشها اليوم من التهي واستحضار الماضي البغيض بأبشع صوره يحلو للبعض ومنهم صديق لطيف أن يحمل كل وزر ومشكلة تحصل الآن في الجنوب لشماعات مثل قيادات شمالية وأحزاب لها حضورها الشعبي السلمي في الجنوب ويتغافلون أنهم باتوا يحكمون القبضة على الجنوب وخصوصا العاصمة المؤقتة عدن طوال أربع سنوات ولم يقدموا أي شيء يوحي بأن الجنوب الذي يبشرون به يمكن أن يختلف عن جنوب الانفراد والإقصاء والصراع العجيب والغريب أن النموذج الذي يقدمونه لنا اليوم في عدن هو نموذج كارثي بكل المقاييس وغاية في السوء مقارنة بالنظام السابق الذي لم يرتكب من الجرائم ما يتم ارتكابه اليوم بحق المخالفين والمواطنين حيث احتفظ ذلك النظام بالحد الأدنى من القانونية فمارس الاعتقالات بأوامر رسمية وعبر أجهزة الدولة وأقام محاكم علنية عكس ما يحصل اليوم من تنفيذ للإعدامات في الشوارع والتخلص من المخالفين بالاختطاف والاغتيال والتشريب ثم يأتي سؤال من الذي تغير عن نهجه الحراكي الأصلي؟ هل هو من تغيرت عنده الخيارات السياسية بحسب تغير الظرف واللحظة وتقدير أن هذا الخيار أنسب كحق أصيل من حقوق أي مواطن؟ أم ذلك المناضل ضد ظلم والاستبداد وانتهاك الكرامة والحقوق والذي بات في موقع قوة وصار يبرر لممارسة أبشع الانتهاكات من قتل واختطاف وتعذيب وإخفاء لكل من يخالف رأي الفصيل الوحيد الأوحد أعاد الهجوم الذي استهدف قسم النساء في سجن المركز في تعز اليمنية قبل أيام وأودى بحياة عدد من النساء والأطفال أعاد المدينة المحاصرة منذ خمس سنوات إلى واجهة المجهد السياسي والعسكري خصوصا مع تزايد المخاف من اجتياح محتمل لجماعة الحوثيين قد تعبد له الطريق الصراعات الداخلية الطاغية على المعسكر المناهض للانقلاب الحوثي وخصوصا إذا ما وضعت الجماعة يدها على مأرب وما تبقى من الجوف هذا ما تقول صحيفة العرب الجديد في تقرير حمل عنوان حروب تعز تقتصر المشهد اليمني معارك داخلية وحصار حوثي كانت تعز الواقعة جنوبية غرب اليمن ملهمة للانتفاضة الشعبية في 2011 ودى المقاومة الشعبية العفوية ضد الاجتياح الحوثي في 2015 لكن تجمد القتال وتوسع الهوى بين رفاق السلاح أصابت موحاتها في مقتل وجعل بنادقها تستسلم للبقاء منذ خمس سنوات تحت رحمة قذايف الحوثيين وحصارهم الضارب على كل منافذ المدينة الرئيسية واكتفت تعز بعمليات التحرير التي دارت في غصص آب 2015 عندما تم دحر الحوثيين من مرتفعات مهمة شرقا وجنوبا وفتح منفذ بر جديد يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن بعد إغلاق المنافذ الرئيسية الثلاثة ومنذ ذلك التاريخ دخل في مسلسل سرعات داخلية لم تنتهي حلقاته حتى اليوم تتقاسم الحكومة الشرعية والحوثيون مدريات تعز الثلاثة والعشرين لكن المناطق المحسوبة على أنها تحت سيطرة الموالين للرئيس عبد الربو منصر هادي باتت شرذمة بين فصائل وأطراف تناهض كلها لانقلاب الحوثي إلا أنها تتربص ببعضها أكثر من الخصم الرئيسي المتمثل في جماعة الحوثي الطريق إلى الجمهورية تحت هذا العنوان كتب أحمد الشلفي مقاله المنشور في الموقع بوس وفيها يجمع الكاتب ذكريات التحاقه بالعمل الصحفي في مدينة تعيش لحظات حالكة من عهدها في ظل حصار طال أمده وقال الشلفي ما الذي تسرقه من الأيام؟ تسرق الأيام ما تمكنها أنت من سرقته تسرق الوقت والصحبة تسرق الأحبة والأماكن والمدن لكنها قطعا لا تستطيع سرقة الحلم في طريق اليوم إلى صحيفة الجمهورية سيرا على الأقدام مصطحبا حلمي حينا وأحيانا كان يرافقني بعض الأصدقاء بينهم مروان المخلافي وبندر البعداني وهذان صديقان عزيزان وممثلان رائعان إلى ما بعد الثانوية قبل أن تنقطع بين السبل ونتفرق حيث أنا انطلقت إلى صنعاء باحثا هناك عن حلم جديد بعد أن أوصدت تعز أبوابها في وجهي وكأن قدر كل اكتمال النقصان الطريق من عصيفرة أو شارع التحرير الأسفل إلى الجمهورية الصحيفة بعيد وطويل يحتاج أن نخترق شارع التحرير الأعلى ثم السوق المركزي وهناك كشك جميل الكتب والصحف لطالما توقفت عنده لشراء المجلات والصحف وهي عادة يومية لي ولغيري انتظار الموزع الذي يأتي من صنعاء فيغذين بآخر الإصدارات الصحفية والثقافية والكتب كانت الصحيفة الجمهورية قد بلغت مرحلة من اليأس قبل أن يجدد شبابها سمير اليوسف فقد عين نائبا لمدير التحرير ثم مديرا للتحرير وفي تلك الفترة أطلق الثقافية التي ملأت السمع والبصر وكانت الصحيفة الأكثر توزيعا والمنبر الأقوى إعلاميا على مستوى البلاد كان كل همي دائما أن أحجز موقع لي على صفحات الجمهورية ومن حسنات سمير اليوسفي وهي كثيرة أنه على غير عادة مديري الصحف لا ينظر إليك كمسؤول وإنما ينظر إليك كمنتج ويحاول بذكاء صحفي غير معهود أن يسوقك ليبيع سلعة متعددة وقل أن تجد إدارة صحفية بهذا الذكاء في ذلك الوقت أثارت الثقافية التي كان سمير يوليها جل وقته واتمامه حروب داحس والغبراء الثقافية فقد جمع الشامي بالمغربي الإسلامية بالناصري بالاشتراكي اليساري باليميني مشايخ الدين بالليبراليين شعراء الحداثة وشعراء العمود في خلطة أنتجت جدلا ثقافيا وفكريا سمعت به كل اليمن حذر موقع المونتور الأمريكي من خطر انهيار اتفاق الرياض جنوبي اليمن بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقال الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات العربية وتساءل الموقع هل يواجه اتفاق الرياض جنوب اليمن خطر الانهيار وقال الموقع أن تصاعد الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقال الجنوبي أثار مخاوف من عدم تنفيذ اتفاق الرياض وقالت ندوى الدوسري الخبيرة بالشؤون اليمنية غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط للمونتر إن اتفاق الرياض سيفشل على الأرجح لأن الطرفين الذين وقعوا عليه قاموا بتفسيره بطرق مختلفة ولم ينفذ أبدا بالإضافة إلى الغموض في اتفاقية الرياض كما شكل انعدام الثقاء العميق بين المجلس الانتقال الجنوبي وحكومة هذه شكل عقبة رئيسية أمام السلام في جنوب اليمن حيث يواصل حلفاء المجلس الانتقال الجنوبي تصوير الحكومة الشرعية بكونها وكيل لحزب الإصلاح ويشير تقرير الموقع الأمريكي والذي ترجم لصالح موقع يمن منتر اليمني إلى أن الطموحات الجيوسياسية للدولة الإمارات في جنوب اليمن والتي تشمل إرساء الهيمنة الاقتصادية على عدن تعرقل أيضا تنفيذ اتفاق الرياض على الرغم من هذه الضغوط الحالية فإن اتفاقية الرياض قد تستمر على المدى القصير بسبب عدم رغبة السعودي والإمارات في المخاطرة بتوتر كبير في تحالفهما إلى جانب المعارضة المشتركة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للحوثيين عبر بعض مدن العالم تنتشر حاملات التعقيم بالمطاهرات التي انطلقت من الصين أولا وتظهر الفيديوهات والصور سيارات ترش الماء والكلور ورجالا مقنعين كأنهم أبطال قصص حروب الفضاء يرشون من مدافعهم مطاهرات في كل مكان فهل هذا مجد يتساءل موقع الديدابلو الألماني هل ينفع رش الشوارع بالمطاهرات في التصدي لفيروس كورونا وينقل الموقع ما قاله البروفيسور اللبناني المتخصص في الأمراض الجرثومية والمعدية جاك مخباط أن عمليات الرش والتعقيم في الشوارع غير ضرورية لمواجهة فيروس كورونا مضيفا أنه قد تؤثر سلبا أحيانا على البيئة لأن مادة الكلور المستخدمة تضر بالمزرعات والنباتات كما أن لها مضاعفات سلبية على صحة المواطنين وقد تزيد من خطر الإصابة بالربو لأنها تلوث الهواء وتثير هذه الحملات ردود فعل متباينة أغلبها يرى عدم جدوى رش المعقمات المطاهرات في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة وإلى ذلك ذهب جوان ليون المتخصص في صحة البيئة من جامعة إيموري مبينا أنه ليس من الواضح إن كانت هذه الحملات تفيد حقا في مقاومة كورونا لا سيما أن المر في الشوارع هذه الأيام يتجنبون لمس أي شيء وبالتالي فالمر لا يسير في الشارع لامسا أو لاعقا جذوع الأشجار وأعمدت النور بعد كورونا هل سنخرج من إدماننا النفطي؟ تتساءل صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها التي تتحدث عن أزمة جديدة عالمية وقالت الصحيفة في الافتتاحية التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس هناك زلزال آخر غير الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا الجديد منذ بداية مارس هددت صدمة مضادة للنفط بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي يعتبر الانخفاض في الطلب على النفط الناجم في بداية الأمر عن تباطئ النشاط في الصين ثم بسبب الحجر الصحي لأكثر من نصف سكان العالم أمرا تاريخيا ويزداد الوضع إتارة للقلق لأنه يقترن بحرب أسعار عنيفة تشنها روسيا والمملكة العربية السعودية لتحدي القيادة الأخيرة للولايات المتحدة في إنتاج الذهب الأسود قد يساعد اجتماع أوبيك وروسيا الذي سيعقد اليوم على تخفيف التوترات بين المنتجين العالميين الثلاثة الرئيسيين لكن هذه الأزمة ستترك بصماتها فمن المرجح أن يستمر الانخفاض في الطلب وستؤثر قيود احتواء المرض بشكل كبير على النقل العالمي بعيدا عن الرفع التدريجي لتدابير قيود السفر لا يمكن لأحد أن يتخيل العودة إلى طبيعته في الحركة الجوية على المدى القصير نهيك عن حدوث انفجار في التجارة الدولية إن كان من الممكن احتواء الوباء بتطوير لقاح فمن المرجح أن يتكرر الفيروس بشكل دوري الأمر الذي سيؤثر على وثيرة التجارة وحشية الأزمة القادمة ستؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي وستقلل بشكل آلي من الطلب على النفط يجب أن تشجعنا هذه الأزمة على الانتقال أخيرا من النظرية إلى الممارسة لا ينبغي أن يكون انخفاض أسعار النفط إغراءا للتخلي عن الجهود المبدولة للحد من آثار تغير المناخ كما أشرت بالضبط وكالة الطاقة الدولية على العكس من ذلك فإن أسعار النفط تعتبر فخا فهي تجعل الناس يؤمنون بوفرة النفط بينما الاكتشافات في أدنى مستوياتها على الإطلاق إيران التي تحدت العالم في أوقات كثيرة ودفع شعبها ثمن سياسة التحدي فقر ومجاعة واضطرابات جعلها فيروس كورونا تراجع حساباتها وتناشد العالم طلبا للقروض ويعنون موقع شبكة البي بي سي فيروس كورونا إيران تناشد صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض بقيمة 5 مليارات دولار وقال الموقع أن إيران حسى صندوق النقد الدولي على الموافقة على قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا في الوقت الذي تجاوزت في حصيلة الوفيات أربعة آلاف شخص وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تعارض منح إيران القرض فيما قال مسؤولون أمريكيون أن بحفزة إيران تمويلا كافيا وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من مليون وأربعمائة ألف شخص حول العالم وحصد أرواح 82 ألفا وقال كبار المسؤولين في إدارة ترامب إن حكومة إيران بحفزتها مليارات الدولارات في حساباتها المصرفية وإن هذا القرض قد يستخدم لدعم اقتصادها أو لتمويل عمليات إرهابية بدلا من محاربة فيروس كورونا في مؤشر إلى بدء عودة الحياة إلى طبيعتها رفعت الصين الإغلاق عن مدينة أوهان البؤرة التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد الذي خلف أكثر من 75 ألف وفاة في العالم ومع خروجهم من إغلاقهم الطويل الذي استمر أحد عشر أسبوعا شارك سكان ووهان الدروس التي تعلموها من تفشي الفيروس وحثوا سكان العالم على التعلم من الأخطاء التي ارتكبوها وفقا لصحيفة الشرق الأوسط رسالة من سكان ووهان للعالم هذه أخطاؤنا فتعلموا منها وقالت فتاة صغيرة من سكان المدينة أتمنى أن يتعلم العالم من ووهان كلما بقيتم في منازلكم من البداية كانت محاربة المرض أفضل وأكدت فتاة أخرى على ضرورة البقاء في المنزل قائلة كل شخص يبقى في منزله يساهم في محاربة هذا الوباء العزل المنزلي ليس الهدف منه سلب حريتك بل هو أسلوب علمي للقضاء على أي مرض معدن قالت إحدى سيدات ووهان أغلقت لفترة طويلة جدا في البداية كنت لا أبالي وكنت أرى أن الإغلاق ليس ضروريا ولكن بعد ذلك شعرت بخوف كبير ولم أستطع النوم ليلا بعد 76 يوما من عزلها عن العالم فتحت مدينة ووهان في وسط الصين أبوابها مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر